تمكنت الفرق الأمنية في تونس من إحباط سبع عشرة محاولة هجرة غير نظامية في ليلة واحدة ونجحت قوات خفر السواحل يوم السبت أيضا في إنقاذ مئتين وخمسة وعشرين مهاجرا غير الشرعي من بينهم نساء وأطفال كانوا على متن قوارب متهالكة عثر عليها في شرق جزيرة جوريا وفي سواحل محافظة سوسا وقد كانت بصدد محاولة الإبحار باتجاه إيطاليا كما تم إلقاء القبض على عدد من المتورطين في تنظيم رحلات الموت من حاملي الجنسية التونسية وجنسيات إفريقية أخرى نذكر مرة أخرى ونحن نشاهد هذه الصور بأن الفرق الأمنية في تونس تمكنت من إحباط سبع عشرة محاولة هجرة غير نظامية في ليلة واحدة وهذه خطوة غير مسبوقة في تونس للمزيد بالتحليل والنقاش معنا من تونس المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية العميد خليفة الشيباني عميد خليفة مرحبا بك معنا على مدى يؤشر مسألة إحباط سبع عشرة محاولة هجرة غير نظامية في ليلة واحدة مساء الخير ليكم الكافة المشاهدين قناة سكاي نيوز العربية الكريمة هو الرقم هذا يظهر لي في الأسبوع الفارط يظهر لي الأسبوع الفارط أو الذي قبله بين ليلة السبت والأحد 36 عملية معنا 36 عملية في 24 ساعة هذا يؤشر على حالة الإحباط العام الموجودة في تونس لكن إذا كان نرجع للأسباب الصحيحة أولا ثم أسباب مناخية ديما معروف عمليات الهجرة السرية تكون صيفا باعتبار أن الأحوال الجوية معناها في الخط الفاصل بين تونس وإيطاليا بين باليرم و بانتالارية تكون الطقس لأن المراكب متداعية بالتالي فأن الطقس يكون ملائما لهذه العملية الحاجة الثانية هو درجة الأحباط في تونس اليوم تقريبا معناها نسبة البطالة في ارتفاع ليس هناك أفق ولكن المثير زاد في الأحصائيات الأخيرة هو أن ما أوردته وزارة الداخلية الإيطالية أن تقريبا عدد التونسيين يأتون في المرتبة الأولى يليهم المصريين التونسيين تقريبا حوالي 8000 أو 7900 شخص وصلوا إلى الأراضي الإيطالية هذا المعطى الجديد معناها في عمليات الهجرة السرية لم تعد تقتصر على شرائح معينة كان الفقراء هناك بعض المنظفين المتوسطين وذوي الدخل المحدود معناها يتم إيقافهم في هذه العمليات نهيك أنه زاد تقريبا مدة شهر في سواحل المهدية وهي أحد الولايات المحافظات الموجودة على البحر والتي تشهد عمليات الهجرة السرية أو الحرقة مثل ما تسمى هنا في تونس أربع معناها مراكب في ليلة واحدة وحدثت فاجعة تقريبا مئة من المجتزين تم معناها انتشالهم جثثا من البحر واللافت أنه في العادة شباب يائس هو الذي يبحث عن هذه القوارب ليصل إلى الضفة الأخرى هذه المرة تم تسجيل عوائل لساء أطفال وغيرها يعني ما تفسير هذه الظاهرة الغريبة؟ لا هي ظاهرة غير غريبة معناها في العشر سنوات الأخيرة في تونس معناها من عاش العشر سنوات الأخيرة في تونس اليوم هناك أطفال رضع وثماني سنوات هم الذين وجدوا بعد 2011 ما حدث اليوم هو أن حتى من كان حالته المادية متوسطة نهيك وأن أكثر الأجور في تونس تقريبا 650 دولار معناها الموظف الذي يعتبر في وضعية مريحة هو يخلص تقريبا 650 أو 700 دولار بالتالي فأن من كان متوسطا نزل إلى درج الجوع ومن كان جائعا نزل إلى درجة معناها لا يعلمها إلا الله اليوم أصبحت عملية الهجرة السرية هي مشاريع عائلية في فترة من الفترات في الثمانينات والتسعينات كانت العائلات التونسية معناها لا تريد أن يذهب أول أبناء هناك اليوم أصبحت العائلات تبيع بعض العقارات وطبيع بعض الأملاك لكي تغادر وحنا تغادر عائلات كاملة ومن مختلف الفئات العمرية لم تعد معناها الفئات العمرية هي بين 18 و 25 أو 30 سنة هناك رغبة معناها إحساس بأن هذه الدولة أصبحت بعد عشر سنوات الدمار هي دولة طاردة لأبنائها بعد هجرة الأدمغة والأطباء والممرضين والمهنسين الذين هاجروا سواء إلى كندا أو أوروبا الغربية أو حتى الولايات المتعدلة أمريكية هناك اليوم موجة من الهجرة الجامعية إلى أوروبا وكي نحكي على أوروبا المدخل الأول هو إيطاليا نعم رغم أن هذه الهجرة عبر القوارب المتهالكة غير مضمونة ومحفوفة بالمخاطر لماذا؟ يعني الإسرار على الذهاب إلى الضفة الأخرى في ظل هذه الظروف أين المشكلة؟ لا 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 أسمعنا يبدو أن العميد خليفة الشيباني لا يسمعنا هناك مشكلة في التواصل معه المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية التونسية كنا نتحدث عن مسألة الهجرة غير الشرعية غير النظامية وتعظم هذه الظاهرة ليس فقط من شباب يائس وإنما أيضا امتدت لعائلات بأكملها نتحدث عن نساء عن أطفال قصر وعن رضع والعميد خليفة يتحدث على أن هذه الظاهرة نتاج عشر سنوات من اليائس والإحباط هو الذي يدفع كل هذه العوائل للذهاب للذفة الأخرى بحثا عن أمل ربما هناك عميد خليفة سامعك يعني أنا قلت رغم أن هذه القوارب المتهالكة محفوفة بالمخاطر لكن الشباب العوائل تصر على الذهاب إلى الظفة الأخرى أين المشكلة؟ لا هي المشكلة الهجرة السرية في اعتقادي الهجرة السرية في اعتقادي هي نتيجة الدمار الشامل الذي شهدته تونس تحت حكم الأخوان طيلة عشر سنوات الشباب يصلوا في فترة معينة العائلة تونسية المتعلقة بتونس وصلت إلى درجة الفقر لا 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 الفصل الجديد له تراكمات الوضع الجديد لن يتغير في عشية وضحاء أنت اليوم في عشرين في المئة من البطالة أنت في حالة أحباط وجدت في تلك الفترة لا لا هو كل مربوط ببعضه هو نتيجة وضع اقتصادي واجتماعي أنا قلت لك اليوم الشعب التونسي غلاء الأسعار لم يكن في عهد الرئيس قيس السعيد أنا أتحدث عن عشرية كامل أنا أتحدث عن أطفال ولدوا بعد الثورة عمره عشر سنوات ولد بعد 2011 هناك أطفال وجدوا في بواخر في ميناء حلق الوات ذاهبة إلى أي اتجاه عمرهم سبعة وثمانية سنوات في تونس اليوم عائلات رضع اليوم ناس معناها من ذوي الاحتجاد القصة أو ذوي الهيمام مثل ما يسمون هذه كلها نتيجة اختيارات اقتصادية معناها منذ دمار شامل منذ عشر سنوات الأدهى والأمر من هذا هناك موظفون في الدولة يريدون أن يغادروا الأنكى من هذا أنك عندما هناك من يحاول المحاولة الأولى وتقول له أن رفقاء قد ماته يقول لك سأعيد المرة الثانية والمرة الثالثة أنا ميت بطبيعتي معنوية وبالتالي هو لم يعود يخوف الموت ولت عملية انتحارية والعائلات كلها هذا يؤكد درجة الدمار النفسي والمادي والاجتماعي وكله مربوط ببعضه طيلة العشرية السابق وهؤلاء الشباب من عمره عشر سنوات اليوم مشارك في عملية هجرة سرية ولد في 2011 من عمره عشرين كان عمره عشر سنوات ومن كان عمره عشرين أصبح ثلاثين سنة بالتالي كله مربوط بلعظه هي في التالي الهجرة السرية نتيجة فشل مشروع سياسي اقتصادي هل هي مقتواطن عمره عميد خليفة ونعكد بالعشر سنوات ماذا وقع ولكن أن تغير اليوم الأول نعم اسمح لي على المقاطع ولكن ما طبيعة الشبكات التي تنشط هذه الحملات غير الشرعية هل هي معروفة لدى الأجهزة الأمنية أم نتحدث عن تواطئ يحصل بين الفينة والأخرى لا هو الساعة خلنا أخذوا أغلبهم في تونس أغلب المجتازين هم أغلب المجتازين في تونس إما تونسيين وأما من أفريقيا جنوب الصحراء ظاهرة وجود الأفارقة جنوب الصحراء في تونس أصبحت وضعية اجتماعية وأمنية أصبحوا بالمئات بعد أن كانوا عابرهم هم أصبحوا مقيمين في تونس وأصبحوا أعضاء في الشبكات هذه الشبكات فيها من يستقطب فيها من يتولى عملية النقل من العاصمة إلى المدن الساحلية التي تقوم بهذه وهناك حتى في بعض العمليات تنسيق بين عصابات إيطالية وعصابات تونسية لأن العملية لا تقتصر على الاتجار في البشر فاعتقادي هناك عملية مخدرات وهناك عملية تهريب سجائر لأن سجائر غالية في أوروبا بالتالي المعالجة الأمنية بالطريقة الحالية بالاعتماد على الإمكانيات التونسية وبعض المساعدات البسيطة من أوروبا فاعتقادي المقاربة أكبر من هكا ومشي نحو الارتفاع بكل أسف ما الحلول الممكنة التي يمكن أن تحد من هذه الهجرة غير الشرعية عميد نحن نتحدث في كل مرة عن هذه الظاهرة لكن لا حلول في الأفق ما الحلول الواقعية والعملية من أجل الحد من هذه الظاهرة الحل الأول هو أن الدول الأوروبية هي أن الدول الأوروبية يجب أن التعامل مع تونس ليس كحارس للضفة الجنوبية للبحر المتوسط تونس ليست حارسا للضفة الجنوبية للبحر المتوسط هناك أبعاد تنموية تعهد بها الاتحاد الأوروبي في تونس لتشجيع هؤلاء الشباب على البقاء في تونس وهو الاستثماء هذا لم يوجد أو يوجد بطريقة محتجمة هناك مثلا فرص العمل الموسمية وحتى فرص العمل بالنسبة للإطارات والكوادر هناك اتفاقيات مبضات مع أوروبا ما لكن مع الأسف أوروبا اليوم تولي وجهتها تجاه أوروبا الشرقية وتبحث عن معناها تفاعلات جغرافي اليوم في اعتقادي المعالجة الأمنية فقط في هذه الأوضاع التي تمر بها تونس فاعتقادي هي معالجة يجب أن تكون ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وتشارك فيها دول الاتحاد الأوروبي لأنها بالتالي حتى هي متضرة في إطار شراكة تامة وليس في إطار أن تونس تلعب دور الحارس في الضفة الجنوبية البحر المتوسط شكرا جزيلا لك العميد خليفة الشيباني المتحدث السابق باسمي ووزارة الداخلية كنت معنا من تونس شكرا لك